باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا المقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر وقوله من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ذكره العلم أن الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله وهو في موضوع الرياء أن الرياء يراد به الجاه والسمعة وهو الذي يراء الناس يعني يفعل عمل ليراه الناس أو يقول قولا ليسمعه الناس هذا يريد الجاه والسمعة عند الناس لكن لا يحصل شيئا من الدنيا وإنما يحصل الثناء يحصل الذكرى الحسد عند الناس بينما في هذا الباب لا يريد الدنيا يحصل شيئا من الدنيا وإذلك قال أهل العلمي العملان مذمومان لكن هذا أعقل من الذي قبله لأن هذا على الأقل يحصل شيئا من الدنيا وهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة هذا يحصل شيئا من الدنيا فيأخذ مقابلة هذا العمل شيئا من الدنيا بينما الأول لا يحصل إلا الثناء والكلام لكن حقيقة لا يمسك شيئا بيده فالقصد أن الفرق بين البابين أن الأول يريد المدح بينما الثاني يريد العرض يريد شيئا من الدنيا شيئا ملموسا من الدنيا كمن يحج لا يريد الحج ولكن يريد التجارة يجاهد لا يريد الجهاد ولكن يريد المغنم ويتعلم العلم الشرعي لا يريد العلم الشرعي وإنما يريد الوظيفة وهكذا يؤذن هو لا يريد الأذان وإنما يريد الراتب وهكذا فهذا حصل شيئا من الدنيا بينما الأول حصل شيئا من الثناء شيئا من المدح شيئا من الجاه والمكانة عند أنداس لكن هنا ننبه على أمر وهو أنه لو قصد الإنسان الحج والدنيا يعني أراد الحج وأراد التجارة أراد الجهاد وأراد الغزو يعني أراد الجهاد وأراد الغنيمة أراد الطلب العلم لله وأراد الشهادة حتى يحصل وظيفة جيدة يعني جمع ليس فقط الدنيا لا الدنيا وآخرة جمع بين الأمرين فهذا لا يلام لكن ليس له أجر كالذي أراد الله فقط يعني الذي أراد الجهاد للجهاد في سبيل الله فقط إن جاءت غنيمة ولا ملازمة ما يفكر فيها أصلا هذا أعظم أجرا من الذي يجاهد ليحصل الغنيمة ويحصل الجهاد يعني في سبيل الله تبارك وتعالى كذلك الذي يريد الحج للحج فقط أفضل من الذي يريد الحج للحج والتجارة وكذلك الذي يطلب العلم للعلم فقط حتى يقرب من الله تبارك وتعالى أعظم درجة من الذي يقول لا أنا أتعلم العلم لله لكن أيضا أحصل وظيفة جيدة فهذا لا بأس به لكن الأجر يتفاوت عند الله تبارك وتعالى